طيب في الفترة دي مين المدرر بقى اللي هو تولاك وقال ان وليد ده هيبقى في يوم الايام حاجة جميلة اول اندان دي الاهل اولهم الله يرحمه كابتن محمود السايس كابتن السايس يعني من الاول كده كابتن طاق بصري الله يرحمه في منتخب مصر لانه هو يعني امن بي وشافني ان انا لعيب صغير وده منتخب مصر فمسألة انه هو يخدني والعب كاس عالم والعب المباراة كلها دي حاجة قوية جدا الدكتور مفتي ابراهيم في الاول اللي هو ادلك الامل الاول انه برضو عليك اول واحد اختارني بعد كده جي كابتن بقى ابراهيم عبدالصمت اول واحد قال لي انت تلعب تحت الفراودة مش فرود بين الاثنين بتشوق اه يعني في نص الملعب لان انت كورتك حلوة وصير فانت هتبقى في المكان ده كويس يعني المدرب ممكن يوظف العيب ممكن يعليه قوي وممكن التوظيف ده ما لعبوش في اي حاجة تاني اه طبعا مليون في المئة انا لعبت وينجليفت كنت لعبت راس حربة بس الله رحمه كابتن همكاوي قال لي انت هتلعب في الجنب اليمين ده رغم اللي كان فيه قبل يمين كان فيه كابتن ابراهيم عبدالصمت كان ابراهيم ده عنده جمهور حاجة رهيبة جدا وكان فيه في المنتخب كان فيه عبدالرحيم خليل وعمر عبدالله وفاروق السيد بتاع الالمبي وكان فيه كابتن عبدالرازي كان فيه لعبة كبيرة جدا انه قال لي هتلعب في الحتة دي وهو المدربة كابتن مهم جدا ان يوظف العيب طبعا طيب مين بعد كده اما اتعاملت بقى اتعامله معاك هل بقى ليك معاملة خاصة انك بتلعب في المراحل السنية والسنية المختلفة ولا بقى يعملك زيك زي كل اللعيبة اللي موجودة يعني طبعا ما فيش شك ان لما بيبقى لعيب وبيلعب كذا مسابقة هو طبعا بيبقى واخد تقدير الناس يعني مش عايز اقولك ان انا وانا عندي 14 سنة لما كنت بطلع اعود احتياطي بمعكمة الفتح مبروك في العشرين سنة كنت ممكن اسمع كلام غريب يعني مش هينفع يتقل على اوة بس يعني يعني مثلا ان كابتن فتحي بينصح لعيب ان هو مثلا انه يمشي كويس فيقول له يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط انا عندي 14 سنة كلام كبير عليك اوة كلام كبير يعني ازاي ده بيعمل كده او ازاي ده لا طبعا بيبقى فيه طبعا يعني كلامه بعد كده ده مزبوط طبعا واللعيب ده كان لعيب جامد جدا في نص الملعب مبطل للأسف لعيب جامد جدا جدا ما ممشيش على الكلام اللي اللي علينا ما كانش ماشي كويس طبعا ما هي الكرة عايزة لها سكتين يا ابيض يا سود اختار اللي زمان تعايز ايوا صح الابيض فيها تقلق وتوصل زمان تعايز الاسود والعوز بالله فيها كل بلاو الدنيا كلها اشتركوا في القناة